صور الكسب الحلال كثيرة ومتنوعة أفضل صورة من صور الكسب الحلال هي التجارة زي ما قلت قبل ما نقدم الشيخ خالد أنه يكفي التجارة شرفاً أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمسلين كان ساجراً وكان يتاجر مع عمه ومع زوجه المصوم سيدة خديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه يكفي أهل التجارة شرف أن ربنا سبحانه وتعالى قرنهم في القرآن بأنهم هم الذين يضربون في الأرض مع من يقاتلون أو يجاهلون في سبيل الله وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض اشتغلوا ويتجروا وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ومن هنا أصبحت التجارة لها شأن عظيم عظمها المولى سبحانه وتعالى وعظمها القرآن الكريم وعظمها ومجدها سيد الأنبياء بأنه كان تاجرا يكفينا أن نقف مع قول السائب بن أبي السائب رضي الله عنه لسيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له كنت شريكا لي في الجاهلية فكنت خير الشريك وخير التاجر الأمين فلم تماريني ولم تداريني لا تماريني ولا تداريني يعني لكنت بتخب علي حاجة ولكنت بتجادل وتجذب وتقول أن دي كويسة وهي مش كويسة وده وضع قائم النهاردة في أحداث كثيرة وفي حالات كثيرة من حولنا مما عمد به البلوة في بلاد المسلمين الكذب في التجارة واستخدام اسم الله سبحانه وتعالى والحلف بأغلظ الأيمان وبعض الناس يحلف ويضع الزوجة في المنتصف ويقوله وعلي وقدامي وفوقي وتحتي وكذا وكذا وهو يعلم أنه يجذب هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يبارك في هذه التجارة التي عليها القسم الحرام ولا يبارك في أمانة هذا الكذاب لأنه خان نفسه وخان من باع لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب خد بال حضرتك بقى الكذب والمحق أو المداراة لم يبارك لهما في بيعهما ونزعت البركة من هذا البيع يجب على الإنسان أن يكون أمينا في طرحه في كلامه في بيعه في شرائه سمحا ودي صفات التاجر الأمين